مرحبا حب الشباب هو من المشاكل الشائعة اللي بنشوفها كل يوم وعند كتير أشخاص بحلقة اليوم من دكتر كوستي ستيبس رح نحكي عن المعتقدات الخاطئة عن حب الشباب شو هي الإشاة اللي بتخلي حب الشباب تصير أسوأ وأكيدة عن طرق العلاج خليكم معنا في كتير أشخاص عندهم إسعادات أكتر من غيرهم أن يعملوا حب شباب بس أكيدة في إشا كتير بتخلي حب الشباب تكون أسوأ من أهمها إذا كانت الصبية بتاخد حبوب فوجستيرون أو خلال فترة المعاد في كتير أشخاص بيعينوا من حبوب حمر اللي هن ما بكونوا إجمالة شايفينهم بالأيام العادة من الإشاة الثانية إذا كان عنا زيل التعرق زيل التعرق بيسكر المسامات وبيصير في عنا حبوب صود وحبوب بيت اللي هنك رقوس سودة ورقوس بيضة تحت الجلد اللي أكيد بيقدوا لحبوب حمر إذا الشخص بيجرم يفضي هؤدول الرقوس بهذه الحالة معقول يصير في عنا التهاب بالبشرة وبيصير في عنا أكيد الظهور للحبوب الحمر الإشاة الثانية إذا كان الشخص بياخد حبوب لحتى يكبر عضليته يعني ستيرويدز حبوب ستيرويدز بهذه الحالة في كتير احتمال أنه يصير في عنده ظهور لحب الشباب بطريقة سيئة على صدره وعلى ظهره وأكيد على بشرته في بعض الدراسات أظهرت أن الأشخاص اللي عندهم استعداد أكتر من غيرهم ليعملوا حب شباب إذا بيأكلوا أكلات فيها سكر كتير أو من مشتقات الحليب في عندهم استعداد أن الأكني تكون عندهم بطريقة سيئة بس في كتير دراسات فرجة العكس من هيك له هلأ ما فينا نقول إذا كان الأكل إله علاقة بنوعية الأكني أو أديه سيئة للأكني في كتير معتقدات عن حب الشباب في كتير إشاة مننا مضبوطة بس في كتير إشاة مننا خاطئة من الإشاة الخاطئة هي أنه زيادة تنظيف البشرة ما بيساعد لحتى نتخلص من حب الشباب بالأحرى هو بيخلي حب الشباب يصير أسوأ من هيك بنصح كل العالم اللي عندهم استعداد أو عندهم حب شباب أنه يغسلوا بشرتهم عبكرة وعشية بس مش أكتر من هيك من المعتقدات الخاطئة كمانا هي أنه الاسترس ما بيخلي الشخص يصير عنده أكني بالأحرى إذا كان عندك أنت أكني ما أقول استرس يخليه شوية أسوأ بس هو بحد ذاته ما بيخلي الشخص يكون عنده أكني تنظيف الوجه بأنتي سابتك أو بمعاقم بيساعد لحتى نخفف من حدية أو قوية حب الشباب من إشة كمان المعتقدات الخاطئة في كتير عالم بفكروا أنه المراهم ما بتفيد بالأحرى هي كتير بتفيد لحتى نتخلص من حب الشباب لكن للأشخاص اللي عندهم حب شباب أنا بقلهم أنه في كتير علاجات لحتى نتخلص من حب الشباب في كتير علاجات بالحبوب أو حتى بالمراهم وبمعظم الأحيان أوقات منعمل يعني منجمع الحبوب والمراهم لحتى ناخد نتيجة منيحة من أهم الأشخاص اللي لازم يعملها الشخص قبل ما يبلش بالعلاج أنه يشوف طبيب مقتص ليه؟ لأنه طبيب المقتص لحيارف أي نوع عاكني عنده إياها الشخص وعلى أساسها يعطي العلاج لأنه معقول الشخص يكون عنده بس رؤوس بيضة ورؤوس سودى من دون ما يكون عنده حبوب حمر أو معقول يكون الشخص عنده الاثنين سوا طريقة العلاج دائما بتختلف بين الاثنين إذا كان الشخص عنده رؤوس بيضة أو رؤوس سودى بهذا الحالة لازم نعطيه شيء لقدر نفتح المسام لقدر نتخلص من هؤلاء الرؤوس إجمالة للعلاجات الموجودة هي علاجات أو مراهم في أريتينويك أسد أو غلايكوليك أسد أو ساليسيليك أسد اللي هي بتشتغل على الرؤوس السودى أما إذا كان الشخص عنده حبوب حمرة ساعته بهذا الطريقة بدنا نستعمل مع العلاجات اللي كنا منعطيها للرؤوس البيضة ورؤوس السودى منزيد علينا علاجات إن كانت أنتاي بايتكس حبوب مضادة حيوية بيخدها الشخص كل يوم مع مراهم في يوبنزا والبيروكساد اللي هي كمان رح تساعدنا لنتخلص من الالتهاب الموجود بالشلدة بمعظم الأحيان العلاجات اللي هي بنعطيها للحب الشباب أو لنتخلص من حب الشباب معقول تنشف شوي صغير البشرة أو حتى بمعظم الأحيان تقدل أحمرات بالبشرة لأنه هي مراهن بتخلي البشرة تجدد بسرعة وبتأشري شوي صغير البشرة من هيك دايما عبكرة أو بالنهار لازم الشخص يقدر يستعمل أو يستعمل المراهم اللي هي بتكون شوي صغير مرتبة لحتى نظرنا محافظين على بالنس بين العلاج اللي رح نعطيها عشية والعلاج اللي رح نعطيها عبكرة في بعض الأحيان إذا كان الشخص عنده حبوب شباب كتير قوية إذا كان في كتير رؤوس بايدة ورؤوس سودى وكان في حبوب حمر مع العلاج فين نعمل تأشير خفيف للبشرة التأشير رح خاني نتخلص من اللحم الميت رح يفتح المسام رح ينشف الحبوب الحمر ورح يساعدنا نتخلص من الرؤوس البيضة والرؤوس السودى أما العلاجات التانية اللي فين نستعملها حتى نخفف من حدية حب الشباب ونتخلص من النون فهي تالية فينستعمل سائل أو مرهم نصف فيه موضات حيوة هيدا فينستعملوا مرة أو مرتين بالنهار حسب ما بقلنا طبيبي شلت الشغل التانية اللي فينستعملها فينستعمل أزلايك عسد هيدا هو مرهم نصف فيه برودوي هيدا البرودوي رح يخففنا من حبوب الحمر وكمان رح يخفف من عدد الرؤوس البيضة والرؤوس السود الموجودين على البشرة أما إذا الشخص استعمل المراهم التأليدية أو العلاجات التأليدية من دون ما يوصل لنتيجة أو من دون ما يتخلص من الرؤوس البيضة والرؤوس السودى الموجودين على البشرة وحتى الحبوب الحمر بهيدا الحالة مضطرين نستعمل علاجات أقوى واحد من العلاجات اللي هو فينستعمله لعند الاشخاص اللي ما استفادوا على الجهات التقليدية او عند الاشخاص اللي عندهم حب شباب يتركونوا دوب او اذا كان عندهم حبوب بيطلعوا كتير كبار بالوجه بهذا الحال فان عطيهم الراكويتان او الكيراكني او ايزستوبرا اللي هو اعزوا تريتين اول هدول الحبوب رح يساعدون لحتى نخفف الالتهاب لحتى نتخلص او نزغر قد ما فينا الغدد اللي هي بتفرص زيت على البشرة واللي هي من وراها بيساعد في عنا حبوب رؤوس بيضة وصودة وبنفس الوقت بتخلصنا من الرؤوس البيضة والرؤوس السودة الموجودة على الجلد اللي هي بتأدي للحب والحمر الموجودة العلاج الجميلة بتاخذ على فترة ستة شهر او حتى تمانة شهر حسب الوزن وخلال هيدا الفترة اكيد الاشخاص معقولة يعانوا من عوارض جينيبية للدوال اللي هي مولان واحدة منها بتضلل فترة طويلة وقت يتوقف العلاج جميلا باغلبية الاحيان كل العوارض بتروح حتى اذا تأثر اشتاني او اعضاء بالجسم هاو دول الساد افاكس كلهم بيرجعوا على النورم الفاليو سو اكيدا هادا منه علاج بيخوف بس اكيدا لازم الشخص يشوف طبيب اختصاصي لحتى يصفلوا ايه لانه اكيدا هادا علاج بده متابعة اجمالا الاشخاص اللي بيخدوا هادا العلاج اللي هو الرؤاكيتان او الايزوتريتنون اجمالا بمعظم الاحيان ما بيرجعوا بيطلعنهم حب شباب بس اجمالا النساء باغلب الاحيان معقول يعملوا يعني معقول يرجعوا يطلعنهم حب شباب على بشرتهم اجمالا هادول الاشخاص بكون عندهم مشكلة او تخربط بالهرمونات من هيك كي عبترجع حب الشباب اول ما يوقفوا العلاج من هيك بهذه الحالة من الافضل انه مع الرؤاكيتان او الايزوتريتنون او الايزوتريتنون او الكيراكني ينعطى معه حب منع حمل ويتأكد قبل ما ينعطى هادول الحبوب اذا الشخص او الفتاة بتعاني من تخربط بالهرمونات او اذا كان عندك كيس على المبيد اهم شغل اللي لازم يعرفه الشخص اللي هو عم بيتابع علاج لحب الشباب انه يعرف قدية تقريب من الفترة اللي لازم يكون فيه على علاج اجميلاً علاج حب الشباب بياخد فترة تقريباً بتتروح من 6 اسابيع لتلتة شهور لحتى يبلش يلاقي فرق اجميلاً على تلتة شهور البشرة بتكون اكيدة انقى حبوب الحمر بيكونوا تقريباً راحوا معقول يكون فيه ندبات حمر صغار هدو اللي بياخدوا فترة اكتر لحتى يروحوا مفروض الرؤوس البيضاء والرؤوس السوداء تبلش تخف تدريجياً ومعقول تكون على تالت شهر تكون راحة كلية بس اهم مشاعر لازم يعرفه المريض اللي عنده حب شباب انه هو عنده استعداد انه يعمل حب شباب من هيك لازم ما يوقف العلاج كلياً لازم العلاج يتخفف تدريجياً ويضل على علاج كتير خفيف لحتى يحافظ على النتيجة انا لهون بكون وصلت لنهاية حلقة اليوم من دكتور كوسي ستيبس ان شاء الله يكون جوابت على كل اسئلة تكون اذا عندكم اي سؤال بليز تركوا بخانة التعليقات وما تنسوا تعملوا سبسكرايب لقناة دنيتي وتعندولوا فولو على فيسبوك تويتر وانستغرام وانتروني بحلقة شديدة اشتركوا في القناة